نحن أصدق من قاتل الحوثيين وأصدق من قاتل الإرهاب تخلصنا من الحوثي ودخلنا في حرب مفتوحة ولازلنا مع الإرهابيين الذين يحركهم تنظيم الإخوان المسلمين ولا زالت قواتنا الباسلة تقاتل الحوثيين في كل جبهات القتال المستعرة والمشتعلة والفاعلة كم جبهة تفتحون على أنفسكم إذا كنتم تقتلون الحوثيين مختلفين وتشتبكون مع قوات تابعة للإصلاح هذا ما أردت أن أتحدث إليكم عنه بشأن فتح أكثر من جبهة وبالتالي تشتيت القوات الليبانية ليس هناك تشتيت بالعكس نحن في هذا وضعنا الدواء على الجرح والعرب يقولون إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه تفريط الطبيبي إذا كنا نقبل أن يكون خائن في أوساطنا يطعن في ظهورنا ويرفع أحداثياتنا ويكشف عوارنا ويكشف ثغاراتنا فهذا انفضاح كامل في الجانب العسكري فلابد أن نكون منتبهين لكل الجبهات نقاتل عدو بسلاحه وعدو أشد منه في الداخل ربما ليس الطبيب ربما تشخيص المرض من البداية كان خطأا وأولويات قوات الجنوب كانت خطأا موالاة من جانب من ينتقلونها للإمارات وأجندتها إذا كانت للمرأة أولوياتنا واضحة ولهذا نجحنا كان للقاء قديم في أحد القنوات وسأكان السؤال كيف نجح الجنوبيون في وقت وزمن قياسي في تحرير أرضهم ولم يتم نجاح هذا النجاح في الشمال قلت السبب أن الجنوبيين صفوا صفوفهم من الخونة من تنظيم الإخوان المسلمين لم نقبل وجود التنظيم في صفوفنا ولم نقبل أن يكون تنظيم الإخوان المسلمين يمسك مواقع وجبهات في الجنوب ولهذا نجحنا أما سياسة الابتزاز التي يمارسها التنظيم في مواقعه وفي الأماكن التي سيطر عليها في الشمال هذه السياسة في هذا الوقت أنا لا أستغربها من هذا التنظيم ولكني أتعجب من استمرار ولهذا قدمت عتبي على التحالف استمرار التحالف العربي بالصبر على هذا الابتزاز